اهلا بكم احبطت قوات دفاع شبوة هجوم ارهابي انشنتهم مليشيات الحوثي الارهابية في مدرية مرخ العليا وقال مصدر عسكري ان قوات لواء الخامس دفاع شبوة تواصل التصدي لهاجمات مليشيات الحوثي بالتزامن مع قصف طائرتها المسيرة والتي ادت الى اصابة ثلاثة جنود من قوات اللواء وتستمر مليشيات الحوثي في محاولاتها الفاشلة بالهجوم على جبهات محافظة شبوة الحدودية بالتزامن مع قصفها بكافة انواع الاسلحة الثقيلة منازل المواطنين قالت شركة سميثل هولندي انها ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم خلال شهر يونيو ويوليو وحتى منتصف شهر اغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد واضف ممثل الشركة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع انقاذ خزان صافر المنعاقدة في العاصمة عدن ان الشركة عقب ذلك ستبشر بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه ومن جهته اكد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ان مسألة التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الاهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان انتزع مشروع مسام 1027 لغما زرعت الميليشيات الحوتية في عدد من المحافظات واضح المشروع التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية انه تمكن من نزع ستة الغام مضادة للفراد ومائتين وثلاثة الغام مضادة للدبابات وثمانمائة وسبع عشرة دخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في محافظة عدن وشبوى والضالع ومأرب وتعز والحديدة وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بمضاعفة الجهود وتنفيذ الاجراءات المقرر لاستمرار توفير المشتقة النفطية والغاز المنزلي للمواطنين ورفع الحصص المقررة للعاصمة عدن والمحافظات المحررة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وناقش رئيس الوزراء في اجتماع مشترك مع قيادة وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط وصافر الوضع التمويني للمشتقة النفطية والغاز المنزلي في الاسواق حيث تم التأكيد ان الوضع التمويني من هذه المواد مستقر ومتوفر بكميات كافية للمواطنين خاصة مع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المبارك تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر بن سعيد العامري سير العمل في محطة كهرباء اغريو بمدرية شبام واشدد العامري على مضاعفة الجهود وحجد الامكانات لعودة استقرار التيار الكهربائي وتخفيفه على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك مشيرا الى جهود السلطة المحلية في سبيل تحسين خدمة الكهرباء عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع الجاري العمل عليها ختموا هذا الموجز وشكرا لكم على كرم المتابعة اشتركوا في القناة